أهلا بكم من جديد يعني نقدر نقول أو نلخص الموضوع كان ما بين أن احنا عندنا رادع حربي أو رادع عسكري ورادع استراتيجي أو كان هما الاتنين دول الشقين اللي اشتغلنا بهم على التوازي لاستعادة الأرض سيدة الواء محمد الغباري مزير كلية الدفاع الوطني الأسبق حيكلمنا أكتر أو حنستكمل كلامنا معاه عن اللي حصل في معركة استرداد الأرض في سينة سيدة الواء حتى تقولت لي الخداع الاستراتيجي كان مرحلة مختلفة لما أنت بتخططي أي حرب لازم يحط فيها الجزء من الخداع يعني حتى أنت مع واحد بيتخلق مع واحد يقول له دخل باك عمل فيه كذا يعني موضوع الخداع ده موجود أساسا ملازم موضوع طب أنا هلجأ له ليه؟ أنا هلجأ للخداع يا إما لتسهيل عام القواتي أو لتعويض نقص عندي طيب أنا كان عندي نقص عن القدرات العسكرية التي تأتي أقل من إسرائيل يبقى لازم أعمل خداع استراتيجي عشان أعوض النقص العدي طيب إيه هو بقى الخداع؟ إن أنا أعود العدو على إجراءات ضرورية للحرب أعملها تبقى بالنسبة للروتينية زي مثلا عندي مشروع استراتيجي اللي الدولة كلها بتشتغل فيه عشان الحرب وبتحرق قواتها من المنطقة المركزية إلى منطقة العمليات يقعد المشروع عشرتين يوصل لغاية القناة يوقف إنه استرجع تاني هو هناك بيعمل إيه؟ بيرفع درجة استعداد يعلن تعبئة عامة استنزف الجوز واستنزف مار ليه بيعمل تعبئة عامة إيه؟ لأنه هو جيشه مكوم جزء إيه؟ جزء عامل 25% وجزء احتياط 75% يبقى هو دائما عمره ما هيحارب إلا ما يعمل التعبئة العامة الكاملة فأنا هعوضه إنه ما عملش التعبئة نتيجة التعود اللي أنا بيشتغل عليه باستمرار فكان المشروع دا بتعمل كل سنة دا مش مرهق لينا إحنا كمان كوات؟ بس أنت له تمان هو مرهق ما التدريب مرهق بس له تمان أنت عايز التمن إلا مش عايزه؟ طبعا بتبلغ جهد فبالتالي أنت بتعمل عشان تتسهل لنفسك فعملت المشروع دا سنة في اتنين تلاتة دا ينطلع قال لك دا السادات بيتحك على شعبه إحنا عايش نعمل التعبئة خلاص عمالت أنت أخر المشروع انتهي يوم الخميس أربع أكتوبر لا لحظة إحنا عادنا تلات سنين أربع سنين أربع سنين وفي سنة عملناه بمشروع مرتين عشان أنا بعوده على عمل أنا بالنسبة للضرر الحرب هو بالنسبة له بقى روتيني فبالتالي خلاص طب أنا الكلام بقوله دا أنا مصري كمحمد نوباري بقول ما أنت بتقول أنت اللي عملته بتقوله طب الجانب التاني أقول لك لأ الجانب التاني بقى في الوسائق الإسرائيلية أفرج عنها في شهر فبراير في شهر إبريل 2016 الوسائق دي عبارة عن إيه محكمة أجرية للقيادات الإسرائيلية على الهزيمة على تات مستويات جزء رئيسة الوزراء المصغراء وجزء لوزارة الدفاع وجزء رئيسة الأركاني كان مسلوعة عن الجيش الكلام دا مهم جداً لأن في البعض بيشكك الآن في أن إحنا ما انتصرناش وعشان كده روحنا للسلائق فده مهم قوي عشان نقوله للشباب الشباب يقدر يقرأ الكلام دا لمركز الترجمة العبري في وزارة الثقافة مترجم هزيه اللي هو صحاقب بتاعت المحكمة الأقوال كلها مترجمة ومين اللي بيتحاكم ومين اللي بيتحاكم رئيس الوزراء إسرائيل ليه بيتحاكم بتحاكم ليه عشان مهزو طيب إذا النهاردة من الخداع للسراتيجي أنا هتلعه من الكلام ليك بتقول أقولها أنت ما عملتش تعبئة ليه يبقى أنا لما حطط على أن أنا ما جيبش الـ 75% في التعبئة كان التأكير صح صحيح صح كده لأن أول سؤال للجلدة ما إيه أنت ما عملتش تعبئة ليه لأن عدم التعبئة هزيمة بالنسبة لي طيب قالت له ما عملت تعبئة إزاي ورأيه ومدير المخابرات قال لي ده المصدر بتاعي في مصر قال لي الحرب يا في مايو يا في 12 يبقى هنا لو أنا جيت بقى سارت الأخوال بتاعت الناس دي أعرف هم تخدعوا إزاي ومنها بقى حكاية الأوارب وحكاية المستشفيات اللي اتفضت وحكاية الأجازات اللي اتفتحت للزباط وحكاية التسريح دفع تسريح دفع ترديف كل ده من كلامهم مش من عندي فبالتالي تقدر تثبت أنهم اتخدعوا تماما في غضع للسرسيل وبالتالي لما أنت جيت تعبئة ما عملوش تعبئة غير يوم السابت الساعة 9 الصبح هو التعبئة بتاعته 24 ساعة كون على القمائي أنا طول ما هو ما عملش تعبئة يوم الجمعة الساعة 2 أنا في السليم عنجا حجا صحيح لما عملها الساعة 9 إبقى جالي يوم الحد الصبح أنا كنت عبرت يوم السابت الساعة 2 عشان كده كان نسبة خسار عندنا في العبور كانت ضعيفة جدا خسار بعد كده ننتجة الاشتباكات اللي بقت مواجهة في المعاركة اللي تمت بعد كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر